تخيل إن المواسم دي لو مش موجودة لو كل الحياة شتا ولو كل الحياة صيف ولو كل الحياة ربيعة ولو كل الحياة خريف تستقيم الحياة فكرة المواسم حتمية وضرورية للطبيعة للحياة اللي احنا بنعشها لأن بدون المواسم دي يحصل خلل في الكون الله عمل المواسم في وقتها وحسناً لحفظ توازن البشرية لحفظ الحياة لأنه إنتوا عارفين إن الكائنات الحياة بتعيش في دورة فلو عشنا كلها شتا هتبقى فيه كائنات مش موجودة وزرع مش موجود وشجر مش موجود ولو عشنا صيف نفس الفكرة ولو ما فيش خريف الحاجات القديمة بتقع اللي ميتة بتقع وبتطلع حياة جديدة من الشجرة أو من النباتات الحياة لا تستمر فالمواسم والأوقات ضرورية لإستمرارية وتوازن الحياة مش بس الطبيعة بتقول لنا لكن كمان اللي إحنا عايشين وبيقول لنا إن المواسم والأوقات بتتغير عمرك وشفت واحد بيدحك الستين سبعين تمانين سنة اللي عايشهم طول الوقت بيدحك فيه موسم للضحك شفت واحد تمانين تسعين سنة مهما مين مات له ولا راح بيبكي العمر كله ما فيش أو كل حياته هدم 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 ما فيش الواقع اللي بنعيشه بيقول لنا أن تعاقب المواسم وتغيير الأوقات ضروري وحتمي لنا وهقول بعد شوية ليه لكن كمان كلمة ربنا بتقول لنا كده الجزء اللي قريدته من جامعة بيقول كده لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت فيه أوقات لكل الأشياء اللي إحنا عايزينها تحصل في حياتنا واللي مش عايزينها تحصل في حياتنا لها وقت صفر تكوين أصحح تمانية عدد 22 بيقول الكلمات دي بيقول مدة كل أيام الأرض 8 مواسم زرع حصاد برد حر صيف شتاء نهار وليل فيه مواسم ليه أنا بقول دي في الأول لأن دي قبولك للفكرة دي تزديقك للحقيقة دي هيخليك تقبل الموسم اللي انت عايش فيه إنك تتصدق وتبقى عارف إن دي أمر ضروري وحتمي لاتزان حياتك الشخصية هيخليك تقبل إنك ستكتاز في مواسم مختلفة ورفضك للفكرة دي هيخليك قاعد متمرر ومتقزم في الموسم اللي بتكتاز فيه وخصوصا الموسم الصعبة وخصوصا الموسم اللي فيها قلعة وهدم وحاجات وتخبيط وسكوت وانفصال المواسم دي هتبقى ضغط عليك جدا لو أنت مش فاهم الحقيقة دي أو مش قابل الحقيقة دي دي حقيقة الطبيعة بتقولهننا كلمة ربنا بتقولهننا الواقع اللي بنعيشه بيقولهننا فدي حقيقة محتاجين نقبلها الحاجة الأولى اللي تخلينا نتعامل مع المواسم بالذات الصعبة إنك تقبل أن هناك مواسم مختلفة في الحياة النهاردة هتكتاز في موسم صعب خسارة هناك موسم آخر للكذب في موسم للحزن أيا كان الحزن ده سببه إيه لكن هناك موسم أيضا للضحيق الحقيقة دي قبولك لها تزديقك لها يفرق أنت عايش الموسم ده إزاي بتتعامل بردود أفعال مع الموسم اللي بتكتاز فيه إزاي هتتزمر على ربنا على الموسم اللي عايش فيه ولا هتقبل الموسم ده لأن ده جزء من توازنك الروحي والنفسي في الحياة ترجمة نانسي قنقر